تحقيق خفزات النوعية تحقيق تجارية نشطت من خلالها حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية دائما ما ينظر إلى قوة الدول بقوة اقتصادها لتحقيقها قفزات متسارعة في عالم التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الذكية فتبدو اليوم حاجة ملحة لتعزيز وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي نادى به اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين لتحقيق تطلعات الاجيال القادمة نحو الرخاء والنماء فبحجم ما تمتلكه الدول العربية من موارد طبيعية وعمال ماهرة تمكنت ايضا من تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية التجارة البينية في ظل التحديات الاقتصادية العربية العالمية الراهنة عبر انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1998 وتوقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية بين الدول العربية نشطت من خلالها حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية اما على صعيد مجلس التعاون الخليجي فقد تم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة رغبة منها في التأكيد على انها تعامل كمجموعة واحدة لتعميق اواصر التعاون مع الدول العربية باعتبارها العمق الاستراتيجي لدول المجلس في مواجهة التكتلات الدولية كما انضمت جميع دول المجلس الاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 وسبق ذلك التوقيع على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والجمهورية اللبنانية في عام 2004 التعاون والتكامل بين الدول العربية هو قوة اقتصادية للدول وان تعزيز الاستثمار عربيا في المجالات المختلفة حتما ما سيحقق التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر